أزمة غياب الانتاج المحلي في العراق بدأت عام 2003 وتفاقمت في السنوات الأخيرة حتى أصبحت البلاد تستورت 90% من احتياجاتها بحسب اللجنة المالية النيابية التي أشارت إلى أن غياب الانتاج المحلي في ظل استيراد أكثر من 7000 سلعة مختلفة للأسواق العراقية دفع إلى الضغط على السوق الموازية لشراء العملة بنسبة لا تقل عن 50% اللجنة المالية النيابية أقرت بأن الأوضاع الاقتصادية في العراق صعبة والستنائية في ظل تحديات دفعت إلى توقف عجلة الانتاج في المعامل والمصانع ما تسبب بارتهان أسواق العراق للبضائع المستوردة في وقت أكدت وزارة الصناعة والمعادن الحالية أن عدد المصانع المتوقف عن العمل في العراق نحو 100 مصنع وهو ما نفى اتحاد العمال العراقين متحدثا عن عدد أكبر من هذا بكثير اقتصاديون أكدوا بدورهم أن دفع عجلة الانتاج يحتاج إلى استراتيجية تعيد إحياء القطاع الخاص وتحمل منتج المحلي وتوقف إغراق الأسواق بالمستورد من خلال ضبط المعابر وهو ما فشلت فيه الحكومات المتعاقبة بسبب تغول الأحزاب والميليشيات فيها والمنتفع ماليا من صفقات للسيرات فضلا عن محاولات هذه الجهات وأدى المنتج المحلي عن طريق تفكيك بعض المصانع وتهريب مكائنها الاقتصاديون بيّنوا أيضا أن الاكتفاء من المواد والبضائع سيقلل الأقبال على الدولار ويدفع إلى تقوية الدينار المنهار مضيفين أن التجار باتوا يلجأون للسوق السوداء لتأمين حاجتهم من العملة الأجنبية وهو موفر بيئة لانتعاش المضاربين التابعين لجهات مرتبطة بكتل سياسية وحزبية معدلة اعتماد العراق على المسورد لتلبية احتياجاته الأساسية تثير قلقا كبيرا وتعكس فشلا حكوميا وضعفا اقتصاديا شديد الخطورة لأسيما مع تعمد جهات متنفذة بتعطيل قطاع الصناع خدمة لأجندات أقليمية ولعل السيراد العراق بضائع بمليارين دولار من إيران خلال ستة أشهر فقط وعبر منفذ حدودي واحد دليل وشاهد على حقيقة ما يجري موسيقى